ده كنباوند رودس اللي هو بدأ يظهر ده ده على المحور الرئيسي اللي قدام منطقة الصفارات وعلى النصية مع المحور الجنوبي للحي الساكني ارسمي ده رودس كده بدأ يظهر من هنا كنباوند كبير وقدام حضراتكم دي كلها منطقة خدمات دي المدرسة هنا موجودة برضو كل ده كنباوند كتلان زي بقلت لحضراتكم مساحته اربعين فندان مساحة كبيرة يعني زي ما حضركم شايفين في شغل وفي عمل في المكان بعض الشركات بدأت تشطب في الوجهات بعض الشركات في اعمال حفر ويعمال مرافق موجودة ده كده مجمع مدارس موجود هنا في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها زي ما قلت لكم كل منطقة كل كم كنباوند كده قدام منهم منطقة خدمات هتلاقي في مولاد تجارية هتلاقي في مدارس ده كده آآ قدام كتلان في آآ المدرسة دي وفي ظهر كنباوند رودس على طول مباشرة كل ما بيتعمل في حاجة بسم الله ان شاء الله دنيا بتظهر اكتر واكتر لسه طبعا لما الوجهات دي كلها تتشطب وآآ اعمال الاند اسكيب والرصف في الطرق والكام ده يخلص المكان هيكون كويس جدا بإذن الله تعالى من الاحياء المحترم خالص في العاصم الادارية هو الحي السكني ارسف كل ده كنباوند كتلان على قدينا اليمين وسكاي كابتال فيو على دينا الشمال هناخد شمال كده من جنب آآ سكاي كابتال وهنروح نشوف كنباوند جرين افينيو وتون جيت وهنوصل لحد كنباوند كابتال فلاورز ده هنا نهاية كنباوند كتلان هناخد يمين هناخد شمال اشتركوا في القناة